يازل مركز التعبير للإحصال لما قال إنه حوالي 3% من حالات العنف الجنس اللي بتتعرض لها المرأة بتبقى من قبل الأب وإن الأخ بيتحمل 1% من الحالات دي الحقيقة الموضوع ممكن يكون بعض الناس تقولك ده موضوع مش منتشر وموضوع مش هو الأصل فيه لكن موجود ولازم نقدر نواجهه بطريقة صحيحة الحقيقة السؤال اللي بيتبادر للأزال إزاي حد أنا ممكن أستأمنه على نفسي زي الأب أو الأخ أو زوج الخالة أو زوج العم أو الخال أو العم هو اللي يعمل عملية التحرش الجنسي بالبنت أو الست الحقيقة الموضوع بيبقى مش مفهوم عايزين نفهم إيه اللي بيخليه يعمل كده إحنا عايزين نوضح كذا نقطة يا تسنيم أول حاجة يعني حلقتنا النهاردة هي ما بتشرحش القعدة بتشرح شاز القعدة ولكن شاز القعدة هو دلوقتي يواخد قطاع كبير جدا 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 من عينة في المجتمع ولكن هو شاز القعدة يعني ما زالت الفطرة السليمة هي الأصل ولكن ولكن شاز القعدة ده نسبة كبيرة وبناء عليه إحنا مش متربين مش عندنا ثقافة ثقافة جوانا جوى الأسر المصرية إزاي نتعامل مع النوع ده مع شاز القعدة المنتشر إزاي نتعامل مع النوع ده يعني بيحصل إيه وإزاي أو الوقاية يعني كوقاية أعمل إيه وكعلاج بقى أنا حد حصل لي تحرش أو بنتي حصل لها تحرش إزاي يتعامل مع القصة ده يعني خلينا نتجاوز قصة الصدمة وقصة الإنكار وقصة المجتمع خلينا نتجاوز بثلاث مؤقت دولت أول حاجة خلينا نتجاوز بس على قصة الوقاية الوقاية خير من العلاج مش عايزة أقول بنتك بس لأ بنتك وابنك ما ينفعش يبقوا مع مراهق أين كان هو مراهق ده حتى لو أخوه ما ينفعش يبقوا مع مراهق لأنه كان مراهق لسه هرموناته لسه ما تزبطتش لسه أصلا الوازع الديني عنده بيستقر لسه هو في مرحلة نقلة للإستقرار فما نجيش إحنا نحط الفتن تحت الفتن دي نقطة أي أن كان هو نوع المراهق فين عيلت الأب عيلت الأم أخوه بقولك ما فيش ما ينفعش دي بس نقطة النقطة التانية ممنوع أن أنا كماما أبقى قاعدة ومش مفاهيمة ابني وبنتي بص أنا المرة دي بتكلم على الولد مش بتكلم على البنت بس أنا بتكلم على الجنسين على الاتنين أنا كماما أسيب ابني أقول أصلا أنا بحميه أو بحميها وما بخلهوش يحطلت بالنس وبس لأ لأ خالص المفروض حضرتك تفاهمي كوقاية ولكن الكلام المناسب لعمر الزمن كلام المناسب لعمر الزمن بمعنى أن أنا ما يفعش عند سن سبع سنين يعني من سن واحد سنة يعني من سنة واحد يعني لغاية سبع سنين المرحلة العمري اللي هي الطفولة المبكرة دي أنا بشرح فيها وبقول ممنوع حد يلمس جسمك لأن أنت جسمك ملكية خاصة تدي أوضح وخصص ممنوع أن حد يلمس عورتك وأنا بصي عورتك بتكلم بإيه بلغة فصحة ما بتكلمش بلغة الشارع ما بتكلمش باللغة الدرجة ما بتكلمش باللغة العمية المتدولة أنا بتكلم بالشكل المقنن اللي هو يفهمه وفي نفس الوقت مقبول ويتفهمه لو حصل له حاجة هيجي يتكلمني برضو بنفس الصيغة ونفس اللغة اللي احنا اتفعنا عليها من قبل كده فببتدي أقوله البنت بفهمها أصلا حدود العورة عندك فين بفهمها يعني إيه ملكية خاصة ويعني إيه ملكية عامة بنبتدي نخلق القواعد كده معاهم يا دكتورة دعائي أنا بصي بتكلمي إيه من سنة واحد يعني من قواعد الأول عشان لما تكبر وتيجي زي ما احنا بنتكلم دلوقتي معاك يعني أخو الزوج أو الحمى أو لسه نتكلم ده كل ده يبقى لأ هي عندها القاعدة ثابتة زي محضرتك لسه بتتكلمي ممنوع إن حد يتجاوز بعد كده لما يكبر ممنوع حد يتجاوز معاك في كلام يعني فاش إن حد يتكلم معاك في حدود جسمك اللي هو مساحة قصة وقال يعني هو بيدحك لأ ده مش ضحك أسف الهزار الجنسي ده منتشر جدا جدا وبيبقى مصر للسخرية أو للضحك في عدد كتير بالضبط وأنا ببتدي أفهمه دوت عشان لو ما يكبر معاك أمراهق يبقى مستوعب أبعادك كتير بعدين ممنوع إنك تحس إنك إنت متضايق من موقف معاين لكن إنت مش فهم إنت متضايق ليه وتستمر إنت مش مقبر يا حبيبي ولا حبيبتي عن حاجة اللي مضايقك أنت مش مقبارة أبداً أنك تستمر في أي حاجة مضايقك حتى لو أنت مش فهمة أنت متضايق ليه تعالي حكيلي ونشوف مع بعض أنت متضايق ليه بس أنت مش مقبارة أبداً مهما كان ونبتدي بقى نعمل يعني ورشة عمل ورشة عمل يعني إيه أن أنا بدي سيناريوهات لحاجات مقابل ببدأ بالبعيد ثم بقرب يعني إيه يعني مثلاً تعالي فقري بأكلم بأنتي مثلاً اللي هي في الطفولة المبكرة بتكلم بأنتي ولا تعالي مثلاً فقري معي أن أنت مثلاً جئتي من المدرسة دخلتي عند عمل بقال أو السوبر ماركت السواء البواب الحد اللي بيساعدنا في البيت السفراجي طب افرد حد من قريبنا طب افرد حد كبير عنك طب افرد حد أطول منك أنت بتقعد تفترضي معيها يا دكتورة دعاء لو دا لو دا